وبالفعل هو مواقف السياسية أثبتت اليوم بعد هذه السنوات الطويلة كل المواقف السياسية خصوصا من قبل الشيعة الذين ينتمون للتشيع أو يسمون أنفسهم شيعة من الحكومة الإيرانية مواقف متباينة جدا ولم نرى إلى اليوم أي طائل أو فائدة رجعت على التشيع من وراء هذه المواقف السياسية الإنبطاحية التي تنازلت حتى عن الثوابت الدينية الثوابت الدينية أمور من أصول العقيدة وهي البراءة البراءة تعود هي فر من فروع العقيدة العشرة لكن مرتبط هذا الفرع بذلك الأصل في أصول العقيدة يعني لا يمكن أن تشهد بالوحدانية لله جل جلاله من دون أن تتبرأ من أنداد الله أو ممن اعتبروا أنفسهم آلهة في قبال الله أو وضعوا آلهة في قبال الله لا يمكن أن تؤمن بالنبوة من دون أن ترفض كل مدعي النبوة لا يمكن أن تؤمن بالإمامة من دون أن تبرأ من أعداء الإمامة ومنتحلي الإمامة وهكذا فهذا الفرع مرتبط بتلك الأصول تنازلوا عنها طيب في إيران حكومة الإيرانية ابتدأت برسم هذا الخط البتري والتنازل عن العقيدة في الجانب البرائي وتمجيد أعداء الله ودعم البكريين أن نواصب حتى منهم كحماس في فلسطين فماذا كانت النتيجة بعد هذه المسيرة الطويلة في الوقوف مع القضية الفلسطينية مثلا سلام الله على الأئمة الأطهار قد ذكروا ما مضمون هذا الحديث أنه لو اجتمع البترية كلهم صفا واحدا ما أعز الله بهم دينا أبدا أبدا ما أعز الله بهم دينا نرى الذل في ديننا من وراء هؤلاء هذا الدعم الذي أتى إلى فلسطين وغزة كان يأخذون هذا الحزب الناصبي الموجود المدعوم من قبل إيران موجود في فلسطين حماس وغيرهم يأخذون هذه الأسلحة الإيرانية فيمرون إلى العراق آلاف الفلسطينيين من من فجروا أنفسهم في العراق آلاف لكن لم نسمع فلسطيني واحد فجر نفسه في الكيان الصهيوني وعلى الرغم من هذا الدعم و هذا العطاء من الجانب الإيراني إلى فلسطين خلونا نشوف أبناء غزة وغزة هي التي شهدت آخر الإمدادات والعطاءات الإيرانية بعد العدوان الذي صار على غزة لكن خلونا نشوف أبناء غزة ما هي فكرتهم عن إيران وما هو معتقدهم عن إيران وكيف بنظرهم هو النظام الإيراني أو الإيرانيين بشكل عام خلونا نشوف هذا المقطع وياكم إيران في الأول والآخر من الدول اللي أكثرتها شيعة تسعى لما تسعى لها أمريكا في اعتقادي في تدمير الوطن العربي إيران هي دولة تثير القلاقل في الوطن العربي والإسلامي فيها اللي هو غلو وغالا في الدين ونقص في القرآن الكريم هي دولة كفر ميش دولة إسلامية هم تدعو أنها دولة إسلامية إيش يعني إيران؟ دعمة الإرهاب الشيع العلوي في سوريا ضد المسلمين السنة إيران هي البتوط المسلمين بجهد العراق بالسابق هو المنع تمدد الدولة الإيرانية والفارسية والحاليا بجهد السعودية تمنع تمدد الدولة الفارسية إيش يعني شيعة؟ هم بقدسوا لأئمة وبيعتقدوا أن الإمام بمنزلة الأنبياء والرسل والصالحين وبيعتقدوا أن الأنبياء الإمامة أحد أركان الإسلام على عكس هو المذهب السني هذول جماعة يدعون الإسلام ويعني في عقائدهم عقائد كثير غلط فاعتقاده يعني لهم كفار شيعة هي فرقة أخرجها لما المسلمين من دارة الإسلام هذولا عدة فئات هذولا منهم منهم اللهم بأمنوا بعلي وبيحاربوا للإسلام بنظرة أنهم يعني عندهم معتقدات غير الدين الإسلام الحديث يعني أنصار علي بيعتبروا العلي هو الولي يعني هو عداء الصحابة بكر وعمار واسمان شرعوا حاجات غير موجودة في الإسلام علشان يشوهوا أو يوضح للعالم أن الإسلام بالصورة هادي وأن الإسلام دين حرب ودين همجية ودين وما شابه ذلك في الظاهر يعني الشيعة يدعون أنهم مسلمين ولكن هم في الحقيقة يعتقدون باعتقادات قد تخرجهم من الملة وتوصلهم إلى الشرك الشيعة يعني ولا دخل في الإسلام ولا إشي وبوغفروا من أهل على بطالب وبيحبوش النبي صلى الله عليه وسلم البصير في سوريا وفي العراق وفي اليمن من سبب؟ البصير في سوريا وفي العراق وفي اليمن ما بقول لك في ناس إلها إلا زي ما تقولك في مصالح مصالح أنا تخش وتمد إدراعاتها وتسيطر فهمت عليه كيف؟ عن نفط وغيره 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 وتبقى لها قوة قوة إقليمية عزمة بزد الشرق الأوسط السيطرة عدوما لقيتها بحطوا إيران هي اللي 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 خطوا بالاخطبوت الكبير اللي بدي سيطر ويمد إدراعاته في كل مكان أكيد إيراني لها دور كبير يعني هي اللي دعمت حزب الله في سوريا وتتولى دعمه من سنين يعني وهم في الظاهر يوهم الناس أنهم يقاتلون اليهود ولكن للأسف هم في الحقيقة يعني هذا مجرد أو مجرد إعلام عشان يوهم الناس واستعطفوا الناس تجاههم إيران هي السبب الحقيقي في المشاكل كلها في العالم العربي الشيعة أخطر على الإسلام من الكفار نفس الأفكار الموجودة في العالم البكري حول التشيع هي هي موجودة حتى وإن مددت لهم يد العون وعنتهم في حين عز المعين عز المعين بالفعل على فلسطين تتخاذل تتآمر عليهم دول الخليج ومنها ما يسمى بالسعودية للتضييق على الأهالي في غزة ومصر وغيرها تغلق الحدود وتغلق الأمور حتى لا يعبروا أهل غزة المظلومين تحت القصف وغيره بينما تأتي الدولة الشيعية الإيرانية وتدعم وتقاوم لهذا الدعم وتعطي كل هذه الأموال والتدريب والسلاح وغيرها إلا أنهم لم يتخلوا عن هذه المعتقدات ضد الشيعة بل بالعكس كما رأيتم الطفل الصغير الموجود في التقرير يربون أبنائهم على بغض الشيعة بنفس المعتقدات التي يكذبون بها على الشيعة والتشيعة الشيعة يؤمنون بالإمام علي عليه السلام ولا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذا وغيره من هذه الأكاذيب والإفتراءات التي يشنعون بها على الشيعة منذ 1400 سنة إلى يومنا هذا